تتفاقم الخلافات بين رئيس الغزراء الإسرائيلي بنيمي نتنياهو وزير الدفاع أفغالنت جراء تمسك الأول باستمرار سيطرة الجيش على محور فلادلف الحدودي بين قطاع غزة ومصر إسرار نتنياهو على عدم الانسحاب من المحور الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي تحول إلى أزمة في المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن تبادل أسرع ووقف إطلاق النار في قطاع غزة الخلافات بين نتنياهو وغالنت ظهرت بجدية خلال مناقشات أجرها المجلس الوزاري المصغى لشؤون الأمنية والسياسية أمس وخلال الاجتماع قال نتنياهو إن محور فلادلف هو شريان حياة لحماس ولا يمكن الانسحاب منه ليردى غالنت على نتنياهو قائلا لقد أطلقت الفا وسبعة وعشرين أسيرة فلسطينيا بينهم زعيم حماس حياة الصنوار مقابل رجل واحد وهو قلعة شاليت عام 2011 انتقاد غالنت لناتنياهو نابع من إسرائيل نتنياهو وبعض الوزراء على التمسك بمحور فلادلف ومن ثم تصويت الكابينت لصالح السمر لسيطرة الجيش على المحور وهو ما يناقض موقف فريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية ورغم هذه الانتقادات اللاذعة بين نتنياهو وغالنت تشير التقديرات في محيط نتنياهو إلى أنه لن يقيل غالنت قريبا وفي أكثر من مناسبة وجه غالنت انتقادات اللاذعة لناتنياهو بينها المتعلقة بمحاولات عرقلت أي سفقة لتبادل أسرع عبر طرح شروط جديدة في المفاوضات